6-3-2013 الناطق الرسمي باسم لواء شهداء اليرموك ابو كايد الثالث بسم الله الرحمن الرحيم اعلن قيادة قواء شهداء اليرموك بانها تحتاج قوات الامم المتحدة بمراقبة ضد الاشتباسات للجولان حتى انتحاب قوات ونظام بشار الاسد من اطراف قرية جملة الى مواقعها لطالب امريكا والامم المتحدة ومجلس الامن لصف هؤلاء المحتجدين لدى فواش وداء اليرموك لطالبهم بانتحاب قوات نظام بشار الاسد لكي يتم الافراج عنهم لن يتم الافراج عنهم الا بعد انتحاب قوات نظام بشار الاسد من اطراف قرية جملة الحدودية لاترائيل نطالبهم بالانتحاب بالانتحاب الكامل للقوات الى مواقعهم وان لم يتم الانتحاب خلال 24 ساعة سيتم التصرف مع هؤلاء على اتاس الاسراء والحمد لله رب العالمين